كاففان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة القاعة ديالزيتن هي مخصصة اليوم فضل الوقت هذا إلى الفرق ديال النخبة ثلاثة ديال الفرق ديال النخبة لعننا على مستوى مدينة الطنجة كين تيحى الطنجة لكرة الطائرة كين تيحى الطنجة لكرة السلة وكين نهضة طنجة لكرة اليد بالتالي هاد الاندية هاد تستفيد أولا من حساس ديال التداريب داخل هاد القاعة المغطات وتستفيد أيضا من تنظيم المباراة ديال البطولة أيضا هاد القاعة هذه مخصصة لتظاهرة الوطنية والدولية وأيضا إذا كانت هناك تظاهرة جهوية في أي رياضة كانت وفق واحد المشروع واحد برنامج مقدم في واحد إطار زمني محترم فهي مفتوحة لجميع علاش هاد المسألة هادية انتم ما كتعرفوا كلكم الوضعية اللي كانت وصلت للقاعة ديال زيتن في واحد الوقت بحيث تحولت إلى فضاء أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه غير صالح لممارسة الرياضة اليوم يمكن أن نفتخر بقاعة مغطات في المستوى مختلف المرافق دياله أنتم ما كتعرفوها بالتالي يجبوا الحفاظ عليها باش يكون في هذا المستوى اللي غدي يكون هو أنه في السنة المقبلة إن شاء الله غدي تكون عنا قاعات أخرى غدي تضاف مثلا قاعة مغطات ديال كورة القدم ديال القاعة غد تكون مخصصة من كورة الفوتوالسال دونك ما يبقاش متروحنا من مشكلة غد نقللو من واحد الضغط اللي كان عنا على القاعة ديال دريدب أيضا غد تكون عنا قاعة أخرى كبيرة اللي هي بـ 5300 متفرج في هذا الوقت هذا اللي يمكن نحوله الأنشطة اللي كان في زيال القاعة زيتن الحالية إلى هذا القاعة أعتقد على أن المشاكل لا يمكن أن تحل إلا في إطار خلق جو من التفاعل من التواصل من التآخي فيما بين مختلف الأندية اللي متواجدة بطنجا باش كنقدروا نخدموا فوح الجو فوح المناخ مناسب ولكن كنأكلكم على أن الإخوان اللي صدروا البالغ لحسن ما شرحت لي للمكونات دياله فأنا أحترموهم وهذه حق طبيعي ديالهم حق طبيعي ديالهم ولكن نحن أيضا من واجبنا ومن حقنا أيضا نعطي وجهة نظرنا في هذا الموضع تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد